محاسن الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في برنامج محاسن الإسلام لقد ظل الإنسان يبحث جهده وطاقته عن مصدر السعادة الذي يجعل حياته طيبة بعيدة عما يكدرها من أزمات نفسية أو مشكلات أسرية أو نكبات اقتصادية يتجرع غصاصتها الإنسان المعاصر كل يوم وليلة وبينما يتيه العالم في بحور مظلمة متراكمة يعيش المؤمن حياة ملؤها السعادة والإطمئنان بسبب اتباعه من هو أعلم بمصلحته ومصدر سعادته خالق السماوات والأرض إنه الله القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لقد أنزل الله هذا الدين ليخرج الإنسان من حلكة الظلمات التي هو قابع فيها بسبب ضعفه وجهله إلى النور الشامل لكل جانب من جوانب الحياة يقول الحق سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فما إن اتبع الناس هذا الدين حتى تغيرت معالم الحياة في هذا الكون كله من السيء إلى الحسن ومن الضلال إلى الهدى ويختصر ذلك الصحابي جعفر من أبي طالب في جوابه بسؤال نقاشي حين قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فإذا كان هذا شأن الإسلام في تغيير معالم الحياة وصناعة الأبطال والنهضة بالإنسان وتجنيبه المصائب والأحزان فما أحرى بالمسلم أن يتأمل أحكام الله في دينه الحنيف ليستخرج مكنوناتها وأسرار حكمتها ليزداد بذلك إيمانا فوق إيمانه كما أراد إبراهيم عليه السلام زيادة يقينه بسؤاله ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولأننا نعيش في زمن العولمة التي اقترب فيها كل ناء وبعيد وأصبحت ثقافات الشعوب متداخلة ومتداولة كل لحظة بين شباب هذا القيل بل حتى كبار سرى من حيث لا يشعر المجتمع إلى نفوس ناشئة شيء من تعظيم ثقافة الأمم المتطورة لما يرونه فيها من تقدم ملحوظ في المادة ورقي موهوم مزيف في حياتهم الاجتماعية صورته لهم الدعايات المبثوثة في الأفلام والروايات ومنصات التواصل وغيرها هذا الانبهار عند هذه الفئة من الشباب صاحبه شعور بالنظرة الدونية تجاه حضارة الإسلام العظيمة بسبب التخلف الحاصل في هذه الأمة فأدى ذلك إلى زعزعة اليقين بأن الخير كل الخير في هذا الدين وأن ما يراه الشاب في الثقافات الأخرى لا يعد أن يكون سرابا بقيعة يحسبه الضمآن ماء وفي سبيل وقاية الناشئة من الارتماء في هوية الآخر فإن أخصر طريق إلى ذلك تربيتهم على العقيدة النقية وتبصيرهم بمحاسن هذا الدين وجمالياته التي تشمل جميع جوانب الحياة فإذا تذوق الشباب حلاوة هذا الدين لن يفكروا لحظة في تفضيل غيره عليه لأن العاقل لا يريد لنفسه إلا الخير هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ولكم أجزل الشكر لمتابعتكم الطيبة ونلقاكم في لقاء آخر بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة